يام قليلة وخلاص يعني استضافتنا لمؤتمر كابتواني 7 في شرم الشيخ يعني تبقى حقيقة موجودة فعلاً على أرض الوقع في إطار متابعتنا اليومية للي بيحصل في شرم الشيخ خلينا نروح وانتبع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المؤتمر هناك مع زملتنا سالي سالم ورسل صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا سالي صباح الخير عليك منا وعلى مشاهدينا في كل مكان بالفعل أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق المؤتمر الأكبر والأهم ومؤتمر المناخ واللي بتستضيفه المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 من نوفمبر وحتى 18 من نوفمبر الجاري خلينا نقول ان المدينة فعلاً بتحظى بلمسات نهائية أخيرة على كافة الأرجاء ويمكن اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء أمس صرح لنا انه النهاردة ستعلن المحافظة انتهاء كافة لمسات نهائية يمكن رصدنا على طول طريق خارج المؤتمر قاعة المؤتمرات الدولية تزينت بالأعلام الخاصة بالدول المشاركة في هذه النسخة وسيتم نشر هذه الأعلام على كافة أرجاء المدينة ولكن خلينا النهاردة نتكلم عن القطاع الطبي والتأمين الخطة الموضوعة من قبل الدولة لتأمين هذا المؤتمر طبياً وإحنا موجودين النهاردة داخل المنطقة الخضرة وتحديداً داخل المستشفى الميداني نعرف إيه الهدف من إقامة هذا المستشفى إيه اللي بيحصل جوه المستشفى لو لقدر الله في أي طارق للحضور اللي بيقدر عددهم بـ 40 ألف شخص خلينا في هذا البث الحي والمباشر نرحب بضيف دكتور أحمد العزب وهو مدير عام الطوارئ والرعاية الحرجة بالهيئة العامة للرعاية الصحية أنا برحب بحضرتك فاندم في البداية على برنامج صباح الخير يا مصر يعني أهمية إقامة هذا المستشفى الميداني داخل المنطقة الخضراء الموازية لمركز المؤتمرات الدولة بشكر حضرتك فاندم وجميع السيادة المشاهدين يعني الحقيقة احنا اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم أعلى مستوى خدمة طبية لسيادة ضيوف مصر الكرام دعانا إلى أن احنا نفكر بطريقة مختلفة شوية احنا يمكن مستشفى الشرم الشيخ الدولي زي ما شفناها جهزة تماما ومجهزة بكافة التجهيزات اللي ممكن يحتاجها أي حد من السيادة ضيوف لقدر الله في حالة أنه هو محتاج أي خدمة طبية لكن المستشفى بيمكن بتبعد عن قاعة المؤتمرات حوالي 12 كيلو بتاخد مثلا حوالي 10 دقيقة أو 15 دقيقة علشان معربية الإسعاف توصل بالحالة إلى مستشفى الشرم الشيخ الدولي فده دعانا أن احنا نخلي مستشفى في مكان قريب جدا من قاعة المؤتمرات جوه نطاق المنطقة الخضراء في قاعة المؤتمرات علشان نقدر نقدم الخدمة في أسرع وقت ممكن للسيادة ضيوف مصر بالإضافة إلى أن احنا يمكن مصر بتشهد المؤتمر ده أو بتستضيف المؤتمر ده عدد كبير جدا من الزوار يتجاوز لـ 40 ألف ضيف فده برضو خلنا نبقى مستعدين بزيادة عدد الأسرة الدخلي والعناية المتوسطة والعناية المركزة اللي ممكن يحتاجها أي حد من السيد الضيوف لقدر ولا وحصل عنده أي داعي طبي يستدعي دخوله المستشفى هل تكلمنا عن التجهيزات الطبية والأجهزة الموجودة داخل هذا المستشفى وإيه اللي بيحصل مع المريض ويمكن هنستعرض دلوقتي بالكاميرا والتفاصيل دي فاندم هقول لنا إيه اللي موجود داخل هذا المستشفى طيب هو في البداية أنا عايز أقول إن إحنا جهزنا المستشفى دي على أعلى مستوى طبقا لجميع المعايير العالمية اللي بتجهزها أو المعتمدة في هيئة الرعاية الصحية ويمكن كمان رجعنا المعايير اللي موجودة كلها مع منظمة الصحة العالمية المركز المصري والمركز الإقليمي علشان نتأكد إن إحنا ماشيين على المعايير المطلوبة رحلة المريض عندنا لا قدر الله لو جيب بتبدأ من غرفة الفرز المصابين غرفة فرز المصابين دي بيبقى فيها سريرين السريرين دول مجهزين بكل الحاجات المطلوبة أجهزة قياس علامات حيوية أجهزة قياس علامات حيوية متنقلة غرفة كراش ترولي اللي هي بيبقى موجودة عليها الجهاز الصدمات الآلي موجودة عليها كافة الأدواء اللي ممكن يحتاجها أي مريض في حالة كريتيكل المريض بعد كده لو محتاج إن هو ياخد علاج ويمشي خلاص حالته بسيطة جدا هو بياخد العلاج بتاعه ويتحرك لو محتاج فحوصات أكتر بيدخل على غرفة الأشعة وغرفة المعمل المعمل موجودة عندنا في كافة الفحوصات اللي ممكن يحتاجها أي حالة مرضية سواء في الطوارئ أو لو اتحجزت داخل المستشفى أو لو محتاجة تدخل عمليات فإحنا عندنا صور الدم ووظيف الكبد وكلا تحليل غزات الدم فيروسات الدم كل اللي ممكن يحتاجه المريض من التحليل والفحوصات موجودة عملنا كمان فيها دولاب طوارئ للأدوية اللي ممكن نحتاجها لو لا قدر الله حصل عندنا أي حاجة طارئة حدث كبير فيه عدد منصابين أكتر من كميات الأدوية اللي موجودة في دولاب الأدوية اللي موجودة داخل كل غرفة لا كمان عملنا دولاب طوارئ فيه كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية الزيادة عن الاستخدام اليومي للمستشفى علشان نقدر نتعامل معها وعندنا غرفة الأشعة فيها كافة الأشعات اللي ممكن يحتاجها سواء أشعة عادية أشعة مقطعية أو أشعة تلفزيونية فالمريض لو محتاج أي نوع من الأنواع الأشعات طبقاً لتشخيص اللي حدده الطبيب هيبقى الموجودة هنا مش هيحتاج أن هو يتحرك لمكان تاني عشان يعملها عندنا أخصائي أشعة موجود واستشاري أشعة موجود ونفس الكلام في المعمل طيب لو المريض محتاج علاج محتاج يقعد في المستشفى مثلاً فترة من ساعتين لأربع ساعات ممكن يكون محتاج يعلق محليل ممكن ياخد أدوية في الوريد على فترة من الزمن فاحنا عندنا غرفة ملاحظة رجالي وغرفة ملاحظة حريمي غرفة الملاحظة دي بتتكون من كل غرفة ملاحظة بتتكون من خمس أسرة الخمس أسرة دول مجهزين بكافة التجهيزات اللي ممكن يحتاجها أي مريض لتعامل معه علشان ياخد الخدمة الطبية اللي هو محتاجة الأجهزة كلها عليها أجهزة قياس علامات حيوية عليها مولدات أكسوجين عليها كافة الأدواء والمستلزمات اللي مطلوبة بحيث أن المريض يتلقى الخدمة بتاعته طبقاً لاحتياجه تماماً فإحنا مفيش خدمة إن شاء الله يبقى محتاجها المريض الطوارئ في المستشفى ومش هيلاقيها عندنا كمان غرفة عناية متوسطة ودي مكونة من خمس أسرة عندنا غرفة العناية المركزة ودي مكونة من أربع أسرة غرفة العناية المركزة دي مجهزة على مستوى عالي جداً طبقاً لكافة المعايير العالمية في التعامل مع الموضوع كل الأسرة عليها أجهزة قياس علامات حيوية عندنا دي سي شوك اللي هو جهاز الصدمات الآلي عندنا عربة الطوارئ عندنا عربة الأدوية عندنا مولد أكسوجين وهوى كبير جداً مضغوط بيقدر يغزي غرفة العمليات وغرفة العناية المركزة على مدار الساعة بكمية الفلو الأكسوجين اللي بيحتاجه المرضى عندنا أجهزة تنفذ صناعي مراتب هوائية على السرير فإحنا مجهزينها طبقاً للمعايير العالمية في التعامل مع الحالات الرعاية المركزة إحنا شوفنا كمان في غرفة عمليات موجودة داخل هذا المستشفى يعني المستشفى بيقدر يتعامل مع الحالات البسيطة والحالات الطرق اللي قدر الله إيه الهدف من هذه الغرفة وهل نقدر نعمل كافة العمليات داخل هذه الغرفة ولا مقتصرة على قطاعات أو أقسام معينة صحيح يا فندم إحنا جهزنا المستشفى بغرفة عمليات غرفة العمليات اللي موجودة داخل المستشفى دي غرفة عمليات مطابقة لكافة المعايير العالمية من نوعية الأرضيات، نوعية الجدران، الهيبة فلتر اللي بيمنع حروج البكتيريا والفيروسات للجو الخارجي مجهزة بترابيزة عمليات ترابيزة العمليات دي بكافة الأكسيسوريز اللي موجودة جواها اللي تخلينا نقدر نعمل أي عمليات طريقة لأي تخصص من التخصصات الجراحية يمكن في المستشفى عندنا استشاري وأخصائي تخدير عندنا جراحات عامة وجراحات العظام وجراحات التجميل بأخصائيينهم مستشاريينهم موجودين داخل المستشفى غرفة العمليات بتحتوي على كافة الأجهزة المطلوبة لإجراء العمليات الجراحية الطارقة بكافة تخصصاتها الألات المطلوبة لإجراء هذه العمليات كلها موجودة مواد التعقيم المطلوبة والمواد المستخدمة في إجراء العمليات كلها كاملة وموجودة داخل غرفة العمليات فإحنا إن شاء الله قادرين على إجراء كافة أنواع العمليات اللي ممكن يحتاجها أي حد من المصابين اللي ممكن ييجي المستشفى لقدر الله في حالة طريقة تستدع إجراء عمليات جراحية طريقة لي شكراً جزيلاً ومننا وبنطم المشاهدين الكرام أن هذا المستشفى الميداني هو من ضمن خطة التأمين اللي بتقوم بيها الدولة المصرية بالتنسيق طبعاً مع مستشفى شرم الشيخ الدولي والخطة التأمين الشاملة على مستوى مدينة شرم الشيخ للاطمئنان على زوارنا في حالة لقدر الله وجود أي طارق في هذا المؤتمر والكلمة تعود إليك منها مرة أخرى في الأستود شكراً لك سالي سالم من شرم الشيخ